السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تنشأ منظومة القيم في المجتمع أي مجتمع؟ وفي الحالة الإسلامية ما حدود الدور الذي يؤديه الإسلام في صوغ المجتمع؟ وما طبيعة العلاقة بين أحكام الشريعة وآدابها من جهة والعادات والأعراف التي تنشأ مع الزمن من جهة أخرى؟ ما موقف الإسلام من العلاقة الجدلية بين المجتمع والفرد؟ وإلى أي حد يمكن للدين إعادة صوغ المجتمعات مزقتها النزاعات السياسية والطائفية؟ هذه بعض من أسئلات حلقة اليوم من برنامج مقاصد فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذا اللقاء الجديد من خلالكم أرحبوا بضيف الحلقة الدكتور نبيد الفولي أستاذ الفلسفة الإسلامية أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم دكتور مرحباً بكم بداية كل الحديث سينبني على العلاقة بين الإسلام والمجتمع لكن ما هو المجتمع؟ ما المجتمع؟ هل هو مجموعة من الناس يعيشون في بقعة جغرافية محددة تحكمهم سلطة واحدة؟ أم أنه ثم تسيمات ومواصفات أخرى حتى يكون المجتمع مجتمعاً؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام النبيين وختم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم وبعد فالإنسان إما أن يعيش فرداً وهذا مخالف لطبيعاته وإما أن يعيش وسط جماعة وهذه هي الصورة الطبيعية لمعيشة الإنسان أن يعيش في وسط من الناس يتبادل معهم المنافع يخدمهم يخدمونه والناس بعضهم لبعض خدموا كما قيل لكن هذه الجماعة ليست أي جماعة يمكن أن نسميها أو نصفها بأنها مجتمع إلا إذا تسق بهذه الجماعة مجموعة من الظواهر التي تحدد مسار هذا المجتمع وتحدد مصادر القانون مثلاً تحدد توجهاته وعاداته بمعنى أن الناس إذا كانوا أفراداً متباعدين لا يظهر بينهم مثلاً حاجة إلى التحاكم مثلاً لا تظهر عندهم عادات ولا احتفالات ولا كذا أما حينما تنشأ أو تكون هناك جماعة تنشأ بعض الظواهر نظراً لتفاعل الناس بعضهم مع بعض مثلاً الزواج مثلاً كل مجتمع له نظامه في الزواج وطريقته في الاحتفال بالزواج مثلاً عند الاختلاف إلى من نتحاكم كيف يمكن أن نقضي على الخلافات بين الناس كيف ينقل الجيل الحالي مثلاً الجيل الذي بعده ثقافته وفكره كيف يعني النظام التعليمي هذه اسمها الظواهر الاجتماعية التي تصاحب حياة الناس فإذا نشأ المجتمع وكانت فيه هذه الأشياء ولو كانت بصورة بسيطة يعني مثلاً لو كان هناك مجتمع يعيش حتى في بادية وله طريقة للبيع والشراء وطريقة للتجارة طريقة لكسب الرزق طريقة للمصاهرة طريقة للتعليم وإن كانت بسيطة وإن كانت حتى شفوية هذه المجموعة من الظواهر التي ارتبطت بحياة المجتمع تحوله أو بحياة مجموعة من الناس تحولهم إلى مجتمع يطلق عليه هذه الكلمة هذا في التصور العام وربما البسيط للمجتمع لكن هل جاء الإسلام بصورة مطورة أو بصورة تحمل خصائص محددة للمجتمع يعني هل ثم تتصور واضح المعالم للمجتمع في الإسلام في هذه المسألة الإسلام صدره يبدو أرحب من كل هذه الأفكار التي تقدم عن المجتمع ذلك لأنه ينظر إلى أن الأصل الذي ترجع إليه كل هذه البشرية هو أصل واحد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا فالأصل ارجعنا إلى هذا الأصل يعني أن المجتمع البشري في حقيقته هو جماعة واحدة ولكن ذات فروع وتنوعات لا يعني هذا أن الإسلام يعتقد أن كل هذه المجتمعات مجتمعات صحيحة أو تعيش حياة سهلمة ولكن أيضا لا ينكر الإسلام وجود تعدد في المجتمعات تنوع في المجتمعات يعني بعض الناس مثلا ينظر إلى الإسلام يعني يسمعون قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام فيظنون أن الدين فقط والإسلام لا الإسلام لم ينكر وجود أديان أخرى لكن الدين المعتبر الصحيح المقبول وهذا الدين نوقسنا هذه على مسألة المجتمع الإسلام لا ينكر وجود مجتمعات أخرى تعتقد أديان أخرى أو يعني يعترف بوجودها يعترف بوجودها ما طبيعة هذا الاعتراف؟ يعني الإسلام يقبل مثلا التعامل التجارة تبادل التعامل مع هذه المجتمعات غير المسلمة كأمر واقع يعني كأمر واقع وهو لا يسعى إلى إزالتها لا يسعى إلى إزالت الإسلام يؤمن بأن التنوع والتعدد واختلاف الاعتقاد سيبقى إلى يوم القيامة وهذا نقرأه يعني في قول النبي يعني في كثير من الأحاديث مثلا الآيات التي تتكلم عن التعامل مع الكفار آيات مستمرة الحكم معناها أن الكفار سيبقون موجودين أنهم سيبقون موجودين الآيات المتعلقة بالسياسة الدولية مثلا هذه والأحاديث وكذا ما يتعلق بالعهود وما سابها ذلك كل هذا يشير إلى أن المجتمعات غير المسلمة مستمرة ونحن لا ننكر وجودها ولكن كيف نصوغ طريقة ملائمة للإسلام في التعامل مع هذه المجتمعات بحيث نحاول أن نوصل لها رسالة الإسلام وأن ندعم روح التعاون الإنساني في القضايا المشتركة مع المجتمعات الأخرى نعم عملية تشكل المفاهيم المجتمعية في أي مجتمع خاصة نحن نتحدث عن الحادة الإسلامية ما الدور الذي يقوم به الإسلام بمنظوماته العقدية والفقهية والآداب التي يحتويها والأخلاق ما الدور الذي يقوم به في تشكيل هذه التصورات والمفاهيم المجتمعية الإسلام هو القيم في أصلها في نشأتها الإنسانية تنشأ نشأ بالتراكم جزءا نقول بمعنى أن مجتمعا ما يعيش فيه بشر لهم نفوس بشرية ولهم طوائع بشرية ولهم فطر بشرية فيبدو الميل إلى معاني معينة مثلا لو نظرنا إلى قيمة الحرية مثلا قيمة المساواة بإثن هذه القيم يعني يبدو أن تبدو الفطر الإنسانية ما إلى إليها لكن لا تتحول هذه إلى قيمة إلا بطراكم زمني ووجود عوامل تؤدي إلى احترام هذه القيم ووضعها في مركز المفاهيم المجتمعية الإسلام كما نعلم يعني متمثلا في كتابه والسنة مفعم ومملوء بالآيات التي توجه المجتمع إلى صالحه ونحن نعرف علاقة المسلم بالنص هنا أنه كما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا فالعلاقة بين المسلم وبين النص الشرعي هي علاقة سمعنا وأطعنا لا يمنع هذا أن من حق المسلم أن يفهم وأن يفقه وأن يستعب الأمر الإلهي فهذا لا يناقض الطاع فهنا تصبح القيم المضمنة في الكتاب والسنة واجبة لاتباع مثلا قيمة التوحيد قيمة الحرية قيمة المساواة ما شئت أن تقول من قيم القيم التي تربط الناس بعضهم وبعض حتى يعني لو شئنا أن نفرع المسألة بر الوالدين قيمة القيمة الإسلامية العظيمة التي يعني تعد عبادة من العبادات صلة الرحم قيمة من القيمة الإجتماعية الإسلامية التي دعا إليها بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن فساد ذات البين قال تلك هي الحالقة أو قال هي الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين فهذه قيمة التقارب والتآلف فهذه القيم المتناثر التي يعني نراها يعني كثيرا في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة واجبة الاتباع وبالتالي انغراسها في فهم المسلم وفي ضمير المسلم أدى إلى نشأة مجتمع له هذه الصفات التي نعرفها تجعله مجتمع إسلامي نعم لكن قبل الحديث عن المجتمع الإسلامي الذي سنبحثه بشئ من التفصيل والعمق في محاولة لذلك قبل ذلك يا دكتور يعني كلامك يقودنا إلى العلاقة بين الدين بكل مكوناته العقدية والفقهية والأخلاقية إلى آخره من جهة وبين المجتمع من جهة أخرى من الذي يؤثر بالآخر ويتأثر أكثر؟ هو الإسلام لم يأتي ليكبت المجتمعات ولكن أتى ليضبط تأثيرها يعني إذا وجدنا مثلا منظومة عادات أو منظومة تقاليد أي شيء أي توجه يعني طريقة طرق للهو واللعب وكذا وما شئت أن تقول من عادات الإسلام لم يأتي ليكبتها ولكن جاء ليضبطها لينظمها ليمنعها من أن تجور على قيمه وعلى تشريعاته فمعنى ذلك أن الحاكم هو الدين بلا شك الحاكم هو الدين لكن الإسلام كما يعلم يعني كل فاقه وفاهم للإسلام حينما يجد نزعة متعلقة بطبيعة الإنسان كفرد أو طبيعة التجمع البشري لا يمغيها لا يكبتها ولكن يوجهها توجيها بحيث تسير سيرا طبيعيا مثلا حب الناس للألفة والتجمع مثلا هذا ما إلا بشري طبيعي هل الإسلام يمنع هذه المسألة حب الناس للتعاون في بعض الأحيان على الشراء وعلى الخير هل الإسلام يمنع هذا التعاون لا يمنعه ولكن يوجهه فهكذا الإسلام يرى أن قيمه وتشريعاته هي الحاكمة ولكن مع ذلك مع أنه تنزيل من الله عز وجل هو دينه وشريعاته ووحيه لكن الله عز وجل لم يشأ أن يجعل هذا السلطان بحيث يلغي الميولة الفردية ولا الميولة الاجتماعية عند الإنسان وإنما كما قلت يوجهها ويضبطها لكن هذا مع مر الزمان دكتور تنشأ عداد وأعراف في المجتمعات يعني هنا قد يقع التباين بين الدين بين الإسلام وبين هذه العداد والأعراف كيف يمكن تمييز أو تفكيك هذه العلاقة عندما يتعارضان؟ هو إشكالية الواقع أنه يعني إذا كانت هذه الصورة النظرية التي حكيتها فالواقع لا يقول هذا بالضبط لأن كثيرا ما تجور العادات يعني على التشريع كثيرا ما يحدث هذا ما تجور العادات على؟ التشريع على التشريعات لعل الناس حينما يسمعون كلام بعض المسشرقين يقولون الإسلام الأفريقي والإسلام العربي والإسلام الهندي وكذا هؤلاء يعني يشيرون إلى نقطة معينة نقطة أن بعض التقاليد يعني تبدو جزءا من سمت ممارسة الإسلام هنا وجزءا من ممارسة الإسلام هنا يعني مثلا إذا كان الناس قد اشتهروا في مثلا في بلد ما بشيء معين فيظهر هذا في تناولهم للإسلام طبعا نحن لا نؤمن بإسلام أفريقي وإسلام كذا ولكن الإشارة هنا إلى أن العادة أحيانا خصائص المجتمعية لكل بقع جغرافية نعم وأيضا العادة والتقاليد فأنت مثلا على سبيل المثال حتى الخصائص المذهبية يعني إذا صلى بلاد الأحناف وبلاد الأشافعية وبلاد الحنابلة وكذا تجد أيضا أن وإن كان هذا طبعا ينتمي إلى فقه المذاهب وليس إلى المجتمع نفسه لكن تحول فقه المذاهب إلى عادة اجتماعية وصاره الحاكم على ممارسة الدين بشكل عام الواقع يقول أنه دائما تحدث مغالبة ما بين الوحي وبين عادة المجتمع قد يغلب هذا وقد يغلب هذا المهم أن لا تطمس الأصول أن لا تطمس الحقائق أن لا تطمس التشريعات الواضحة نعم لكن هنا ربما نصل إلى الحديث أريد أن أذب إلى الفاصل ولكن يعني بعد الفاصل نريد أن نبحث مع ضيفنا عن متى يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا إسلاميا وهل ثم تتمييز بين الإسلامي والمسلم من حيث المجتمع فاصل قصير ونواصل الحوار بعدها ترجمة نانسي قنقر مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أسعدكم الله نواصل الحديث في هذا الجزء من الحلقة عن الشروط التي تجعل من أي مجتمع مجتمعا إسلاميا والحديث دائما مع الدكتور نبيل الفوري أستاذ الفلسفة الإسلامية أجدد الترحيب بكم دكتور متى يحمل أي مجتمع صفة الإسلامي أي متى يكون هذا المجتمع مجتمعا إسلاميا المجتمع الإسلامي هو الذي يتخذ من هذا الدين الحنيف دينا له أو لطائفة على الأقل لقول هي الطائفة التي بيدها أمر المجتمع وقوه الأساسية بمعنى أن الإسلام عبارة عن دين فهم يتخذون هذا الدين ملة لهم ويعني تجد أثر هذا الاتخاذ في اعتقادهم وفي ممارستهم للعبادة وفي أخلاقهم أيضا فالمجتمع هنا هو مجتمع تميز بالاعتقاد أولا بتفاصيله المعروفة أنه يؤمن بالله عز وجل ووحدانيته ورسوله وكذا إلى آخر ما يؤمن به المسلم إضافة إلى إبدائه وإظهاره للشعار الإسلامية التي يمتز بها المسلمون للشعار إذا جاء رمضان صاموا وإذا جاءت الصلاة صلوا وتبدو أيضا أخلاق الإسلام الأساسية على هذا المجتمع فهو مرآة تطبيقية لما في الكتب عن الإسلام قد تكون هناك نسب في هذه الممارسة كثيرة أو قليلة لكن بحيث لا يناقض أصلا من أصول الدين لكن هذه الممارسات الإسلامية والشعائرية الإسلامية لو تمت بشكل فردي بعيدا عن سيادة الدولة بمعنى أن الدولة لا تقيم شريعة الإسلام فيها لكن الأفراد طوعيا هم يقومون بهذه الشعار هل يتحقق صفة المجتمع الإسلامي هنا؟ هو طبعا لا بد أن نميز بين الدولة والمجتمع يعني الإسلام انسحب من الدولة منذ زمن بعيد بشكل جزئي إلى أن صار بشكل كلي في هذا الزمن للأسف الشديد انسحب بسحبة يعني كما تشاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحل من أورا الإسلام الحكم أو كما قال أول ما يحل من أورا الإسلام الحكم فليس بعد ذلك أن الإسلام غاب كله بالعكس الإسلام نستمر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن موجود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الأقل طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم فالإسلام سيظل ممثلا بشكل مجتمعي إلى يوم القيامة وهذه بشر النبي صلى الله عليه وسلم كما أن وجود النص القرآن والسنة كما أن وجودهما محفوظين هو ضمانة إلهية فكذلك وجود مجموعة على الأقالة تمثل الإسلام هذه ضمانة إلهية أيضا ومستمرة الإسلام يظن ممثلا إن سحب من الحكم هذا لا يعني أن المجتمع صار كافرا أو أن المجتمع صار جاهليا بالمعنى الخروج عن الإسلام ولكن طبعا غاب جزء عن منظومة الدولة نفسها وبالتالي إذا نظرنا إلى إعادة الإسلام فعودة جزء من المجتمع هذه أسلم عودة جزء آخر هذه أسلم عودة المجتمع أسلم يعني بمعنى أنه لا يشترط لكي يحيى الإسلام يعني بذلك عدم أهمية الدولة ولكن أقصد أن الإحياء يكون بهذا التدرج إحياء الإسلام في المجتمع ثم المجتمع هو الذي يلد الدولة الدولة تولد هل بعد ظهور الإسلام وحكمه هل يعني واردة أو مؤتبر سنة التدرج في إعادة الإسلام هي الذي يقوم بعملية الإصلاح هو الذي عليه أن يجتهد في اختيار الوسائل والتدرج سنة من سنة الحياة صحيح ولكن في كل حالة يجب أن يكون القائمون على عملية الإصلاح لكن أنت تتحدث عن التدرج وهذا ربما يعني يحمل معنى ضمنيا بأن المجتمعات الإسلامية هي مجتمعات جاهلية وبالتالي تحتاج إلى التدرج لا ليس أكيد ولكن أنا أقول يعني هناك نسبة لا شك من الارتباط بالإسلام تؤدي إلى الحكم على هذا المجتمع هناك نسبة الارتباط بالإسلام الأقل الارتباط الناس بالإمام بالله تعالى وكتابه وصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذه تثبت انتماء هذه المجتمعات للإسلام لكن هناك ناقص وهناك تقصير لا شك تقصير في الجانب الأخلاقي وتقصير أحيانا في الجانب الشعائري هذا الذي كنت أريد أن أسألك عنه دكتور إذا مثلا ما وجدنا أنفسنا أمام مجتمعين يطبقوا أركان الإسلام الخمسة من حج وصلاة وصيام وزكاة ثم نطق الشهادة لكن مع ذلك في الجانب العملي ثم تنتشار الفواحش والرذائل والغش والربا حتى أن بعض المجتمعات الإسلامية مثلا فاقت المجتمعات غير المسلمة في هذه الرذائل هل هذه المجتمعات جديرة بأن تحمل اسم المجتمعات الإسلامية؟ نحن نتحدث عن توصيف عن حقائق منطلقين من الشريعة بعيدا عن ما يمكن أن يتحرج فيه المرء نريد أن نبين الواقع من منظور فكري وحينما نرجع إلى فتاوى العلماء في مرتكب الكبيرة وهذه بصورة فردية نتكلم أولا فنجد أنهم لم يكفروا مرتكب الكبيرة هذا يعني اتجاه ألسونة بشكل عام طبعا نتحدث عن قضية التكفير هنا بقدر أن نتحدث عن جملة المجتمع يعني يوصف هذا الفاعل بأنه مسلم فاسق هكذا يصفونه نعم يعني خرج من درجة المؤمن إلى درجة أقل من ذلك فيوصف بهذا الوصف هو مجتمع مسلم مقصر نحن لا نقول عليه فاسق لأن فيه صالحين طبعا وإنما نقول هو مجتمع مقصر وهذه وظيفة الدعاء والمثقفين والمفكرين والعلماء والمصلحين أن يعيدوا هذا المجتمع إلى ربه من جديد لكن دكتور لو غلبت مظاهر الفسق والرذيلة في المجتمع وامتنع عن أداء شعيرك مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمين حيث التوصيف هل يحمل هذا المجتمع اسم مجتمعا إسلاميا؟ ممكن نقول يعني هو مجتمع مسلم لأنه مرتبط بالعقيدة الإسلامية لا شك في ذلك ما الفارق بين المجتمع المسلم والمجتمع الإسلامي؟ يعني لا أصعب فارق تفريقا كبيرا ولكن ربما لو استعملنا كلمة إسلامي نقصد بها الصورة الأقرب إلى الكمال ربما يكون هكذا وإذا وصفناه بأنه مسلم يكون مجتمعا منتميا للإسلام الأقرب إلى الكمال أما الأقرب إلى تطبيق ما يراد من المسلمين؟ هي مسألة صلاحية يعني لو شئت أن تفرق ممكن نصف المجتمع المسلم بأنه هذا المجتمع الذي ينتمي إلى الإسلام على قصور فيه والمجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يبدو أقرب إلى الكمال وأقرب إلى الصحة وتغلب فيه الصلاح على الفساد وكذا ويأمر نسبي الحقيقة طيب هل العمل بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية دكتور نبيل في الدولة والحياة شرط لحمل صفة المجتمع الإسلامي؟ أم يعني هنا بمجرد أن يحملها بمجرد ضمه لأفراد إسلاميين؟ يعني هذا المجتمع يضم أفراد مسلمين ربما قريبا مما تحدثنا عنه لكن مزيدا من التحرير تحرير هذا المفهوم هل يعني إعمال أحكام الشريعة في الدولة هو شرط لازم لحمل هذه الدولة أو لحمل المجتمع في هذه الدولة صفة الإسلامي؟ أم بمجرد الانتماء فقط للإسلام؟ ولو انتماء صوريا يمكن إطلاق صفة على هذا المجتمع مجتمعا إسلاميا؟ طبعا عمل بالشريعة الإسلامية شرط في أن يكون مجتمعا إسلاميا ولكن على أن نفهم الشريعة بكمالها يعني حينما نفهم الشريعة بمعنى القوانين التي تطبقها الدولة فقط تكون المسألة فهما ناقصا لأن الشريعة الإسلامية ما معناها؟ هي الأحكام الإلهية التي وردت في الأصلين القرآن والسنة أو في أحدهما متعلقة بأي شأن من شؤون الحياة ليس بشؤون الحكم فقط يعني ما يتعلق بشؤون الأسرة وشؤون التربية وشؤون التعليم وأي شأن من شؤون الحياة سواء كان في الدولة أو في الجماعة الناس يعني حينما يتصاحب اثنان في الله مثلا شخص أحب شخصا أخذ في الله تعالى هل يتطبق لشريعة الإسلام؟ الإنسان حينما يتزوج على طريقة أو وفقا للشروط الشريعة الإسلامي هذا تطبيق للشريعة الإنسان حينما يصل رحمه هذا تطبيق للشريعة طبعا لا نقلل من قيمة تطبيق الإسلام في القوانين لكن ينبغي أن تفهم الشريعة بكليتها لا نحصر الشريعة في القوانين الدولة وحدها ولا في الحدود وحدها ولا نتكلم عن الشريعة لأنها فقط قوانين الأسرة مثلا ولا على أنها قوانين العمل ولا على أنها قوانين التعليم الشريعة هي كل هذه الأشياء هل يمكن تجزيء الشريعة؟ الإنسان مسؤول عما في يده المجتمع يجب أن يسعى إلى أن يكون الإسلام ظاهرا بالكامل فيه هذه وظيفة المجتمع كله خاصة يعني العلماء والفاقهين والفاهمين من أبناء المجتمع وهنا عودنا على بدء إذا لم يقم هذا المجتمع بنخبه وقواعده بما يلزم من إعادة مظاهر الإسلام للدولة والمجتمع هل يبقى هذا المجتمع مجتمعا إسلاميا؟ يبقى مجتمعا مسلما لا شك في ذلك ولكن على قصور فيه المقصر في الإسلام لا يخرج من الملة إلا إذا صادم أصلا ثابتا في الدين طبعا دائما أركز وأذكر بأننا بعيدون عن قضية التكفير وإنما عن توصيف المجتمع بأنه مجتمع إسلامي من عدمه هنا سؤال آخر دكتور ما هو العامل الحاسم في توصيف أي مجتمع بأنه مجتمع إسلامي؟ هل هو عامل عقدي فقهي أخلاقي أم قانوني؟ لا هو إجمع هذه كلها وإن كان في بعضها قصور يعفى عنه وفي بعضها لا يعفى عنه ما الذي لا يعفى عنه؟ يعني القصور الذي لا يعفى عنه مصادمة الأصول العقيدة هذا لا يعفى عنه أما مثلا القصور في شيء من الفروع التقصير في شيء من الفروع فهذا يعني المسألة تحتاج إلى إصلاح لا شك لا نقلل من قيمة هذه الأخطاء ولا هذا التقصير ولا وجود يعني مصادمة للشريعة في كثير من شؤون حياتنا يعني الكذب كثير على ألسنة الناس وإخلاف الوعد كثير على ألسنة الناس وهجر القرآن وكذا هذه وجود كثيرة جدا من المخالفة لكنها يعني وتحتاج إلى إصلاح لكن لا نستطيع أن نتهم الناس تهمة عامة لأنهم خرجوا على الملة بسببها طيب متى يتصادم المجتمع مع أصود العقيدة يعني أعطينا أمثلة حتى يعني يتعارض مع أن يكون مجتمعا إسلاميا يعني هي المسألة لو مثلا حينما ظهرت جماعة القديانية على سبيل المثال في بلاد الهند نعم وظهروا مجتمعا هؤلاء صادموا أصلا من أصول الاعتقاد حين اعتقدوا بأن النبوة المحمدية ليست خاتمة النبوات وخاتم النبيين على أنه زينة النبيين فصادموا أصلا فهؤلاء صادموا من غير جماعة المسلمين وصادموا مجتمعا غريبا من النحية العقادية عن المسلمين لو حصل هذا في مجتمع لا يكون مسلمين جميل ما الفكرة الأساسية التي يتمحور حولها المجتمع الإسلامي دكتور هو الأصل أنه هو مسألة الخلافة عن الله عز وجل في أرضه ينبغي أن يعني الناس لم يخلقوا ليعيشوا لبطونهم وفروجهم خلق الناس ليعيشوا لمبادع عالية رفيعة يعني الحياة كلها قصيرة فلو عاش الإنسان لبطنه وفرجه والأشياء التي يعني كل إنسان ينال حظه منها في الإسلام وبطريقة سليمة وصحيحة فلو عاش الإنسان لأجل هذه الأشياء وحدها فما أدفهها من حياته حتى يكون المشاهد الكريم على بينة من الأمر يعني كيف مظاهر هذه الخلافة عن الله في الأرض حتى يتمتع هذا المجتمع بصفة المجتمع الإسلامي يعني الأمر ينبغي أن يكون بينا فيه مفارقة فيه حدية في المسألة المسألة البساطة شديدة لو شئنا أن نقول نقول يعني الإنسان المسلم في موضوع الخلافة يعيش كما يعيش الناس يعني يطلب الخير ويعمر الأرض ولكن باسم الله تعالى ودون إفساد بمعنى أن المسلم لن يتحول إلى ملك كما أنه لن يصبح شيطانا بل وإنسان يطلب النعمة والخير والفضل يطلب طعامه وشرابه ويطلب حاجة نفسه ولكن باسم الله أول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك فممارسة الحياة باسم ربك هذه الخلافة عن الله عز وجل يملأ الأرض خيرا يشق نهرا يعني يزرع أرضا يغرس شجرا يبني مصنعا يفعل كذا يقيم مسجدا يعبد الناس لله عز وجل يعني أقصد أنه يمارس حياته كإنسان بشكل طبيعي جدا ولكن باسم الله عز وجل وباسم الله يعني في ظل المنظومة الدينية التي يتضمنها القرآن والسنة يحدث مثلا في مجتمعات أوروبية غير مسلمة كما في فرنسا وبريطانيا مثلا أحياء كاملة ذات غالبية مسلمة هل سكان هذه الأحياء يمكن أن يطلق عليهم بأنها مجتمعات مسلمة أو مجتمعات إسلامية؟ وطبعا يعني لم يسبق في التاريخ أن وجد مثل هذا المجتمع في بطن مجتمع غير مسلم إلا في الحبشة أن يوجد مجتمع مسلم أو مجموعة من المسلمين في قلبي مجتمع غير مسلم إلا في الحبشة وكان هذا بشكل مؤقت لكنهم لم يكونوا غالبية في منطقتهم الجغرافية كانوا بضعة عشر من الصحر نحن إلى قرب المئة تقريبا نعم بضعة عشر من الصحر كانت سمانين فيما أذكر لكن الآن نتحدث في فرنسا مثلا في فرنسا مثلا دكتور يعني هناك نحو خمسة ملايين مسلم أحياء بكاملها مسلمة هل تحمل هذه الأحياء صفة المجتمعات الإسلامية؟ في رأيي نحن طبعا لا نخرجهم من الملة والدين ولكن نقيصهم على وجود غير المسلمين في مجتمعنا ما منعنا يعني مثلا يوجد مثلا في بلد مثل مصر مثلا حوالي تسعين مليون مسلم والباقي من الأقباط وأشياء أقليات أخرى قليلة جدا فما منع ذلك من أن نقول أن هذا مجتمع مسلم فبالتالي لو قسنا على هذا ربما يكون رأييا شخصيا يعني لو قسنا هذا على المجتمعات الغربية لا ينبغي أن ننظر للمسلمين عنهم منفصلون عن هذه المجتمعات بل هو جزء من هذا المجتمع وعليهم رسالة يجب أن يؤدوها وعليهم مسؤولية أكبر من مسؤولية المسلمين الموجودين في بلادهم لكن لا يتمتعون بصفة المجتمع الإسلامي حتى لو كانوا في أحيائهم هم ليسوا مجتمعا الحقيقة هم جزء من مجتمع كبير هو مجتمع مدينتهم مجتمع بلدهم وهم خاطئون القوانين هناك ما أخرجناهم من الإسلام ولا شيء ولكن أيضا يعني ربما يصعب أن نحكم عليهم هذا الحديث كل ما سبق يقودنا إلى ضرورة تحرير مفهوم أو ضبط خصائص المجتمع الإسلامي ما هي هذه الخصائص التي ينفرد بها المجتمع الإسلامي عن سائر المجتمعات الأخرى في هذه البسيطة هو يعني أول شيء مجموعة المفاهيم التصور عن الكون والوجود والإله هذا أول ما يميز المجتمع المسلم تصوره لوجود إله واحد خالق لا شريك له له الكمال والتمام سبحانه وتعالى وأنه مهيمن على هذا الوجود وعطى الإنسان حرية وأمره وكلفه بأن يمارس هذه الحرية في الخير وهو حر بعد ذلك يستعملها في الخير أو الشر ولكنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى وهذه المسؤولية وهذه الحرية التي أعطاها الله الإنسان ما تركه وحده حتى لا يعبث بحياته وضيعها ولكن أرسله الرسل قال هؤلاء يساعدونك يهدونك وأعطاه الفطر الجميل النظيفة وأعطاه العقل الذي لو وجهه واستعمله استعمالا صحيحا لهداه إلى خيره وفضله ونعمته فبالتالي يرتبط بهذا المفهوم العقدي أو هذه المنظومة العقدية مجموعة من الأوامر الجميلة يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب يعني مجموعة أخلاق وأعمال وشعائر هي التي تميز هذا المجتمع ليس باعتبار أنهم آلات تذهب للصلاة وترجع ولكن باعتبار أن هناك جامعا يجمعهم أنهم لله عز وجل لإله واحد يسجدون وربا واحدا يعبدون فهناك أخوة تجمع المسلم من مشرق الأرض إلى مغربها تجمع هؤلاء في مساجدهم وفي أعمالهم وفي مؤسساتهم فالمجتمع المسلم المفترض هو أن الصورة المثلة له هي صورة المهاجرين والأنصار صورة المجتمع المحمد الأول هذه الصورة المثلة التي يجب أن تكون أمامنا كمجتمع مسلم لكي نتمثلها في حياتنا قدر الاستطاعة أن نبرز ما نستطيع من قيم الإسلام من خلال معاملاتنا من خلال تواصلنا من خلال الاحتكاك لبعضنا ببعض في البيع والشراء وفي كونك رئيسي أو كوني مرؤوسا لك هذه كلها يجب أن تبرز فيها أخلاق المسلم وعاداته وأفعاله في ضوء ما تفضلت به دكتور عن موضوع التصور العام للمجتمع للحياة والكون هل الدعوة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى والإيمان به على أنه رب معبود واحد قائم بذاته هل هذه الدعوة الإيمان بالله تعالى لوحده هي دعوة لذاتها أم أنه ينبغي أن يتحقق من وراء هذه الدعوة مقاصد عملية على الأرض؟ طبعا لا شك أن الاعتقاد الإسلامي ليس مجرد تصورات ذهنية وإنما يجب أن ينعكس ويرى في أخلاق المسلم ولهذا ما قصده سلف الأمة من قوله من الإيمان قول وعمل أنه لا بد أن ينعكس اعتقادنا في صورة أعمال كل العقيدة هكذا ليس التوحيد وحده فالتوحيد بالتحديد هو معناه أنك لست عبدا لأحد إلا لواحد فقط والله عز وجل وهذا الواحد أعزك بعبوديتك له وكلفك كإنسان بأن تحافظ على إنسانيتك الجميلة وكلفك باعتبارك مسلما بأن تستقيم على طريق حرا أنت لم تأتي إلى طريق الله عز وجل بالسلاسل وإنما جئت حرا بتمام إرادتك فهذا المجيء الحر يجعلك تمارس الإسلام ممارسة المحب يعني مثل هذا الإنسان الذي جاء إلى حياض الإسلام مجيءا حرا ينبغي أن يستمتع ببر الوالدين أن يستمتع بصلة الأرحام يشعر بالمتعة ويمارس الإسلام في الصلاة في الزكاة في مساعدة الضعيف مساعدة الفقير في بر أهله في الإنفاق على ولده يجب أن يشعر بالسعادة والفرحة لأنه يمارس أعمالا رائعة ترفع قدره وتعلي شأنه ويكفي أن هذه الأعمال الذي كلفه بها ورب العالمين خالق السماء والأرض وهذا الوجود إذا أؤمن بالله سبحانه وتعالى من قبل مجموعة من الأفراد وهم المسلمون أؤمن بالله ربا واحدا لكن لم يتحقق من هذا الإيمان أي مقصد عمليا على أرض الواقع فمثلا لم يقم الناس من أجل تحقيق العدم بل هم مثلا وقفوا مع الظالم وقفوا مع المستبد وقفوا مع المؤذي إلى آخره إلى أي درجة هذه الموالات للظالم والذي يقتل الناس أحيانا لأجل إسلامهم مثلا نتحدث عن مكان محدد بقدر ما نتحدث عن فكرة عامة إلى أي مدى هؤلاء الذين ناصروا الظالم ناصروا المستبد ورفضوا أن يقيموا العدل وأيدوا الظالم إلى أي مدى يتحقق فيهم صفة المجتمع الإسلامي دكتور هو كأنكم افترطتم أن هناك مجتمع سيقوم كله بمعازرة الظالم ونقفوا في العدالة وربما يكون هذا الافتراض نظريا أكثر منه عمليا لأنه إذا حدث جور وناصر الناس الجور سيكون هناك فريق مظلوم فمعنى ذلك أن المجتمع منقسم هنا إلى نصف ظالم ونصف مظلوم وهذا الحاصل أنك تجد سلطة سياسية ظالمة ويناصرها مجموعة صاحبة مصالحهم أقلية في الحقيقة سيطرون على أغلبية مظلومة حقوقها منتهبة ويتعرضون للظلم بشكل عام فمثل هؤلاء الذين يعاونون الظالم هم ظلمة مثله يحكم عليهم بأنهم ظلمة لكن المجتمع ما خل من هذه الصفة صفة الإسلام نحن لا يمكن هناك افتراض افتراضه بعض الناس وطرحه بعض العلماء فعلا قالوا ماذا لو أعلن إنسان التزامه بالإسلام كعقيدة أو باعتبار عقيدة ولكن لم يعمل من الإسلام شيئا فالعلماء جاءوا على ذلك وقالوا أنه لا يمكن أن يكون هذا لا يمكن أن يكون هناك معتقد للإسلام لا يعمل أي شيء من الإسلام هذا افتراض نظري فأنا أحسب أن هذه المسألة ايضا افتراض نظري يحكم على من يعين الظالم بأنه ظالم ولكن المجتمع ما زال يعني لم يخلو من صورة المجتمع لكن لو عاش هذا المجتمع بمن تبقى فيه يعني وعاشوا ورضوا مثلا بهذا الحاكم رغم أن هذا الحاكم كل أعماله تتعارض مع المصالح العليا للإسلام لكن لم يقم قائم من هذا المجتمع لينكر على هذا الحاكم هل ما زلنا في دائرة المجتمع الإسلامي هنا؟ هو متاع مقصر نصتها المصفة بهذا لكن لا نخرجه أو لا نحرمه من هذه الصفة نعم مسألة مرتبطة بأصول واضحة بقي الحديث عن الموازنة بين الجماعة وبين الفرد في ضوء التصور الإسلامي ولكن بعد الفاصل فاصل أخير ونتابع الحوار بعدها ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم دكتور كيف للإسلام أن يدير مجتمعاً مركباً مكوناً من عدد من المكونات العرقية والمذهبية والدينية من غير أن بالوقت الذي يحافظ فيه على الخصائص الإسلامية لهذا المجتمع من غير تذويب إجبارياً لهذه الأقليات نعم كيف تتم هذه العملية؟ نحن نجد نماذج في تاريخ الإسلام حتى في الزمن الأول لهذا التعدد في رحاب المجتمع المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مجتمعه في المدينة نفسها كان في مجتمعه مشركون وكان في مجتمعه يهود وكان في مجتمعه مسلمون مسلمون من أهل المدينة ومسلمون من خارج المدينة وهم المهاجرون من مكة وغيرها الحقيقة أن الأصل في هذه المسألة هو العدالة العجل العجل حينما ننظر إلى الرؤية الإسلامية الإسلام الحقيقة وهذه مسألة تحتاج إلى دقة في النظر الإسلام يخطئ الأديان الأخرى في اعتقاداتها ودينها بلا شك لكن لا يعني ذلك أنه سيجور على من يمثلون هذه الأديان لمعنى أن الإسلام لا يقبل اعتقادات الهندسية مثلا والاعتقادات اليهودية والاعتقادات النصرانية يرى مناقضة لأصوله كما يرونهم أننا نناقض أصولهم فرؤيته لهذه المنظومات الدينية على أنها خطأ لا يعني أنه يوصي بالجور أو حتى يوافق على الجور على ممثل هذه الذين بالعكس نحن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة جعل اليهود حقوقهم وجعل للمسلمين حقوقهم لكل قبيل حقوقهم من الناس لكن ضمن إطار الدولة الإسلامية ضمن إطار الحاكمية الإسلامية أو السلطة الإسلامية هذا ما أقول سأقوله الآن نعم إذن يعني مسألة التعدد كيف علجت في الإسلام وقيمت تعدد على قضية العدل هذا أمر أول لكن إذا نظرنا في أي مجتمع متعدد أمامنا ثلاثة خيارات لكي تسود قيم أي مجموعة في هذا المجتمع إما أن تسود قيم الأقلية أو قيم الأكثري أو قيم مستوردة ليس من المعقول أن نستورد قيما من خارج المجتمع لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما يقول بعض الناس يقولون إذا في بلد فيه إسلام ومسيحية مثلا يقولون العلمانية هي الخير هذا يعني غير معقول أن تترك المنظومة القانونية إن شاءتها أن تقول منظومة القيامية الأكثرية والأقلية وتأتي من منظومة ثالثة هذا غير معقول هنا العامل الحاسم بالعددية بالأكثرية والأقلية دكتور؟ الأقلية والأكثرية ليس من حيث العداد ولكن من حيث الانتلاك الأمور والسيطرة على الأمور كيف بمعنى إلا توضح لنا مثلا يعني نحن الآن عندنا حالات متعددة نعم عندنا حالات مثلا فيها أغلبية مسلمة في دول مسلمة وحيان أغلبية مسلمة في دول غير مسلمة أثيوبيا مثلا الأكثرية مسلمة لكن الذي يطبق هو منظومة قيامية أخرى ليست منظومة الأغلبية نعم نحن ينبغي أن نختار أساسا على أي حال نختار أساسا بهذه إذا أردتم الأغلبية أنتم تريدون الرجوع إلى الديمقراطية وقيامها وأن الأغلبية هي التي تختار تختار منظومة قيامها نحن موافقون كمسلمين تريدون من له الشوكة والسيطرة على الدولة أيضا ممكن نوافق نحن كمسلمين لكن أعلى أن يطبق هذا في كل دول العالم فالمهم على أي حال في بلادنا في بلاد كثيرة أكثر من 60 دولة لكن معذرة دكتور قضية مهمة وجوهرية وربما تكون مرتبطة بأصول الإسلام هل تقرير هوية المجتمع مرتبطة بالأكثرية والأقلية أم مرتبطة بشيء آخر المشكلة أنك تتكلم من حيث الأصل هي الإشكالية هنا أن أنت الآن تخاطب الآخر فينبغي أن يكون هناك مستوى للتفاهم معه على طريقة إطارة هذا المجتمع نحن نريد أن نحدد الأصل في الإسلام ثم ننطلق إلى الحديث عن مدى إمكانية محاورة الآخر أم لا في الإسلام هل تقرير هوية المجتمع بأن يكون مجتمعاً إسلامياً من عدمه مرتبطة بالعددية بالأكثرية برأي الأكثرية أم مرتبطة بشيء آخر يعني لو جمعنا نقول بيعني عصب الحياة وتاريخ المجتمع والأكثرية مع هذا يعني تاريخ المجتمعات في بلادنا مثلاً تاريخ إسلامي وواقع المجتمعات أغلبية إسلامية جيد فكل هذه الأمور يجب أن تكون حاضرة في هذه المسألة فمجتمعاتنا توارثت هذه الصفة الإسلامية نعم فمن حقها أن تبقى إسلامية لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وفرض دستور المدينة كان المسلمون أقلية 1500 مسلم في أصح الروايات بين 8500 بين مشرك ويهودي ومع ذلك فرض دستور المدينة وفرض إسلامية المجتمع لم يحتكم إلى الأكثر هذه ما تحققت بشكل مباشر ولا تحققت مع الزمن يعني السيطرة على الدولة صارت واقعا سيطرة على المدينة بشكل عام صارت واقعا لأن رؤوس القبيلتين الرئيسيتين في المدينة اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فصارت القيادة والإدارة في يد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ومع الزمن صار المسلم أغلبيا ما مر زمن طويل إلا وصار الإسلام لكن قبل أن يكونوا أغلبية فرضوا المسلمون فرض النبي لما كانوا 15% من مجموعة سكان المدينة فرضوا حاكمية الإسلام فرضوا الإسلام دينا للدولة وإسلامية المجتمع لكن تلاحظ لو قرأت ما يسمى بمثاق المدينة نعم تلاحظ أنه كان عاما في نقاطه يعني كان هناك عموم معنى أن قوم كذا إخوة معانوا وكوم كذا وكلهم يدفعون للمدينة في عمومية أما السمتم وكان هناك خصوصيات يعني هذا ما في ذهن الآن لكن المجتمع كانت تشريع في بداياته أصلا تشريع ما كان تراكم بهذه الصورة الكبيرة تشريع تشريع في مكة كان موجودا ولكن كان قليلا أما في المدينة فقد تكمل يكفي سورة البقرة هذه أكبر سورة تشريع في القرآن كله نازلت في العام الثاني تقريبا للهجرة فالأمور بدأت تتراكم مع الزمن ويكتسب المجتمع هذا السم قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتب السيرة دخل الإسلام كل بيت من بيوت الأنصار دخل كل بيت طيب دعني أنتقل معك إلى نقطة جوهرية يعني قضية العلاقة بين الفرد والمجتمع هذه قضية شغلت الغرب والشرق يعني حرية الفرد متى تنتهي ومتى تبدأ ومصطحة الجماعة إلى آخره كيف وازن الإسلام هذه العلاقة التي أرقت كبار الفلاسفة في العالم كيف وازن في العلاقة بين الفرد والمجتمع الإسلام لمن أعطى الغلبة والأولوية هو الفرد خر إلى أن تمس مصلحة الجماعة بمعنى الإسلام يرعى الفرد ويريد أن لا يحوله إلى قطعة ملح ذائبة في المجتمع يريد أن يحافظ للفرد على شخصيته وعلى حريته وعلى استقلاله أن يظهر مواهبه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف أصحاب القدرات وأصحاب المواهب في مهمات وكان يعني يكشف عن مواهب الناس ويحاول أن يوجهها وأن يوظفها وأن يخرج مكنونا النفوس الإنسانية سواء كانت قدرات إدارية أو قدرات عسكرية أو قدرات علمية أو فكرية أو كذا ولذلك وجدنا فيهم القائد العظيم والجند الشجاع وجدنا العالم الكبير وإلى آخره كما نعلم فهذه رعاية للفرد وإبراز لقدراته وهذا حقه ولكن ينبغي أن يعلم الفرد أنه لا يعيش وحده فمن هنا الإسلام اعتبر أن الأصل في وجود الناس والمجتمع ولكن هذا لا يذيب الفرد ولا يلغي فرديته حتى يظهر الفرق بين موهوب وغير موهوب بين عبقري ومتوسط الذكاء بين عالم له مجال لذكائه وبين قائد له مجال آخر في موهبته وهكذا ولو لاحظنا الأوامر الإلهية في القرآن نجد أنها تأتي في الغالب بصورة جماعية يعني الله تعالى لا يقول يا أيها المسلم كذا ولكن يقول يا أيها الذين آمن ما معنى هذا الخطاب؟ معنى أن الأصل في الوجود هو وجود الجماعة حتى حينما نقر في سورة الفاتحة نقول ماذا نقول؟ لا نقول اهدني الصراط المستقيم اقول اهدنا الصراط المستقيم إشارة إلى أن تمثيل الإسلام مجتمعيا هذا واجب يجب أن يقوم به أو يتعاون عليه الأفراد ولكن لا ينبغي للجماعة أن تسحق فردية الفرد ولا ينبغي أن تكبت مواهب الموهبين بالعكس يجب أن تطلقها لأن هذا في مصلحتها تكون الجماعة قوية بقدر ما يكون الأفراد يعني كاشفين عن قدراتهم وعن نبوغهم وعن مواهبهم فلا ينبغي أن تتحول المجتمع إلى كابت أو كابح أو مانع لقدرات الأفراد وإنما من حقه أن يوجه من حقه أن ينصح من حقه أن يوقف المفسد عن إفساده ولكن ليس من حقه أن يصادر على الموهبين وعلى أصحاب القدرات الخاصة في حالة المجتمعات العربية والإسلامية اليوم التي مزقتها الحروب على أساس سياسي وعلى أساس طائفي إلى أي مدى دكتور نبيل يمكن للدين وأعني به هنا الإسلام أن يؤدي دورا في صوق المجتمع من جديد ويوحد نسيجه المجتمعي مرة أخرى يمكن للجهود الفردية أن يكون لها دور يعني كل واحد فينا عنده قدر على أن يفعل شيئا يفعله ولكن هناك شيء أهم من ذلك هو دور المؤسسات المؤسسات التي تربي وتثقف المدرسة المسجد كل مؤسسة تجمع حتى الشركات مؤساء الشركات مسؤولون عن الموظفين الذين معهم أن يكون لهم وظيفة تجاههم فالمسألة أنا أظن أن منطلقها من المؤسسات لأن تأثير المؤسسات أوسع ينطلق يعني يذهب هذا التأثير إلى الأسر فتمارس الأسر دورها بشكل منضبط فينضبط الإنسان فكرا أو سلوكا وأدبا بشكل عام نعم أشكرك على هذه الإفاضة دكتور شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر فيها الدكتور نبيد الفولي أستاذ الفلسفة الإسلامية كما أشكركم أنتم مشاهدين الكرام في حراسة الله اشتركوا في القناة